أتمنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية سترد على القصف الروسي لبلدة مارانيتس الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة عشرة آخرين وفي كلمة له أضف زيلنسكي أن على أوكرانيا بحث كيفية إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بقوات روسية وبالتالي تقصير أمد الحق صدق مجلس الشيوخ الشيكي على إرسال 1200 عسكري إلى دول أخرى لتعزيز الجناح الشرقي لحلف النيتو على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا وأفادت الإزاعة الشيكية بأنه سيتم نشر عسكريين الشيك في دول البلطيق والمجر وبولندا وسلوفاكيا فضلا عن إرسال 20 عسكريا إلى أوكرانيا لحماية مباني البعثة الدبلوماسية الشيكية في كييف من جانبه أعرب وزير الخارجية التشيكي يان ليفانيسكي عن تأييده لمقترح حظر إصدار تأشيرات تشينجين للمواطنين الروس على خلفية الأزمة الأوكرانية أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا وخلال ترأسه اجتماعا مع العلماء والعملين في مجال الصحة قال كيم إن الانتصار الذي حققه الشعب هو حدث تاريخي أظهر للعالم مرة أخرى عظمة كوريا الشمالية والإصرار الذي لا يقهر للشعب وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون أصدر أوامره برفع حالة الطوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي أكد وزير الخارجية الصيني وان جي أن الولايات المتحدة تعمل على تكثيف وجودها العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة أكبر في مضيق تايوان وأشار الوزير الصيني إلى أن القوى التي تؤيد استقلال تايوان قد تستمر في ترتيب الاستفزازات مؤكدا أن بعض السياسيين الأجانب قد يحاولون استغلال الوضع الحالي في تايوان لأغراضهم الخاصة قالت وزارة الخارجية التايوانية أن تاي بي ترفض نموذج بلد واحد ونظامان الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع وقالت المتحدثة باسم الوزارة جوان أو أن شعب تايوان وحده يملك حق تقرير مصيره مشيرتان إلى أن الصين قد تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني وختاما توج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على فريق انتراخت فرانكفورت بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب هليسن كيم بفنلندا سجل هدفين ريال مدريد كل من ديفيد ألبا وكريم بنزيمة في الدقيقتين السبعة والثلاثين والخامسة والستين من عمر اللقاء بهذه البطولة رفع الفريق الإسباني رصيده إلى 28 بطولة قرية ليعز الصدرات لترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القرية ويوسع الفريق إلى أربعة ألقاب مع النادي الأهلي صاحب الوصفة برصيد 24 بطولة ختم مجاز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل